السلام عليكم البنات كده يا راسبا خير لبث عليكم كنتبني ان شاء الله انكم تكونوا في افضل حال الي كنتي اول مرة كتشاهدي القناة ديالي فمرحبا بك معي في القناة فما تنسيش انك تشتركي معي وتفعلي زر الجرس ان شاء الله اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم واحد الوصفاء رائعه وصفاء اللي مجزيمة بتفضي النسكي يعني هالي مشكل هاليه الاجزيمة لي كت يعني خاكي تشافى منه كي لي كي رجع عليه يعني كتدير الدوا وكتحسي انا كي بشوية اهنا كي شوية اوف نفس الاوكي اوكي يرجع كي لي كي رجع لي كي رجع لي كي طبيعي تحل كي تشافى لي كي تشافى به اه فكما كتشوفوا هنا عندي عندي هاد مكونات فأول حاجة بعد ذلك بالنسبة للجزيمة إلا تنشو يعني كتخليوا برجليكم لهدث منتون فاتقين فمن الأحسنين منتوضى وتحاولوا أنكم تنشفو مزيان الرجليكم يعني ما تخليوش فيهم بتحاجة ديال الماء لأن ذاك الماما كيبقى مني كيبقى هو اللي كيتسبب في هذا المشكل هذا ديالجزيمة عدوا نشفوهم زيان حتى إلا بغيت تديروا هاد الوصفة هدي خاصتكم يعني تغسلوا رجليكم بالماء تغسلوا رجليكم بالماء وتديروا معاهم تديروا مع هاد خل تفاح تخوي وخل تفاح صحيح تديروا هاد البانيو وتخوي في خل ديال خل ديال تفاح وتغسلي به هاد رجليك تنشفيهم زيان ومن بعد إن شاء الله عدا باش تديري هاد الوصفة هدي وليمكن لك إلا ما كانش عندك يعني ما إلا ما كانش عندك هاد خل تفاح يمكن لك تدير غير خل عادي اللي كانستعملوا يعني الخل الأبيض اللي كانستعملوا في الأكل ديالنا صاف المهم ده بغدي ندخل نشوفو المكونات كيما كيباليكم هنا هي عندي مكونات صراحة هاد الوصفة ينا يلا جرمتها حتى أنا عندي هاد المشكلة هدفي رجلية وصراحة نحسيت بشوية هاد شي اعلاش بغيت نشاركها معاكم فأول حاجة هنا عندنا آآ زنجبيل آآ نسكنجبيل أو الزنجبيل الزنجبيل أو سكنجبيل هنا عندنا السانيدة سكر الخاشم وهنا عندنا الدقيق يعني الطحين الدقيق عادي الفورس اللي كانستعملوا وعندنا آآ عندنا الخل كيما كتلكم إلا ما كانش إلا ما عندكمش متوفر الخل أبيض ممكن لكم تستعملوا الخل تفاح ما عندكمش خل تفاح تستعملوا خل أبيض يعني اللي كي نراه كي يقضي صافي دابك انا غاد نجيب فرن غاد نخلط هاد عندي هاد الإناء مهم غاد ناخد ملعقة ديال يسكنجبيل نجوم على حاسر يعني شوفوا لاش بغيت تديرو هلا كتو غاد ديروها رجلكم غاد نخلطو شوية دابا غاد ندير الدقيق او الفورس وهنا الساندة كذلك دابا غاد ندرس ملعقة ملعقة هاد ملعقة ديال الساندة وملعقة ديال الفورس وملعقة ديال الزنجبيب دابا غاد ندفليهم يعني ندفليهم الخلب حتى كنا نحصلها للا مغديش يكون نديروها الجارية بزاف إلا بانتليكم الجارية بطابة الحاكة تزيدوه صافي عليها للشكل هاده سوف تطبقوها كتطبقوها رجلكم يعني كتديروها البلاسة اللي فيها الجزيلة عندكم في ديكم ركتديروها عندكم في رجليكم ركتديروها وانا دابنت هاده غادي ان شاء الله نديرها الجلية هتعدين مشكس في الرجلية فبنبعد ما اخلطها مزيان كي ما اكايب عليكم سوف نطبقها على البلاسة اللي فيها الجزيلة يعني رجليك او ايدك يعني المهم البلاسة اللي فيها الجزيلة ما تخليها وقت اللي بغتي تكون انت يمسى تخليها ساعة ثاني ولا ساعة ولا يمكن لك يعني انتعدك في رجلك يعني تديريها في رجلك وتبقي بها النهار كامل ومن بعد ان شاء الله يعني اصغص لي رجليك مني كتغص لي رجليك فدروي انك يتنش فيهم تحاولي انك تبقى يتنش في رجليك باش انه يبراه وان شاء الله هم يباشدك هاد المشكلة هادا ديال الاكزيما فهدا هو فيديو اللي حبيت اللي بغيت انني نشاركه معكم كانت ان شاء الله انه ينال اعجاب ديالكم فكما كي يبلكم يعني مكونات بسيطة وموجودة في اي بيت فعدنا الطاحين أسكن جبير اسكر اسكر ساندة وكذلك الخل فمكونات سهلة فما تنسونيش كما دائما بلايك وإلى اللقاء ان شاء الله الى فيديو اخر او وصفة اخر بس لابد